بصوا جماعة الدراسة دي بتقولك ايه عن افضل الاوقات للنقاش مع الرجل يعني ربنا يسلم الست بتبقى ضمنة تبقى للدراسة انه في التوقيتات دي الراجل مفروض انه يسمعها اول حاجة لما يبدأ يأكل مجرد ما يبتدي يأكل في الغداء مثلا يعني ممكن تبتدي تتكلمي معاه هقفل اللي انت عايزاه او الموضوع اللي انت عايزة تطرحيه هيسمعك هيروح منك فين قاعد عالصفرة حبيب قلبي جعان هيسمعك هيسمعك الاول التاني وانتو راكبين العربية الراجل سايق كده او حتى لو مسا في حد بيسوقه وقاعد قدام ورا مشوار طويل كده تنقيلك مشوار معطبر من التجمع لست اكتوبر وتفتحي معاه اللي انت عايزة تكنيليه هيروح فين هينزل يعني يركب اوتوبيس هيوق قاعد في العربية مجبر انه يسمعي عالي لوه حطك القطر هيروح فين يا حبيب قلب اهم شرط في الوضعين دول عشان تبتدي فتحي كلام ان انت ما يكونوش العيال قاعدين سامعين وان انت تتكلمي بهدوء ومن غير هجوم او اتهام ودي حاجة يعني انا بصراحة بتكلم فيها بقى بامانة بطري هجوم بطري اتهام هدي تون صوتك اعتقد ان المناقشة دي هتعدي بسلامة طب هو لما بيبقى فيه حاجة مضايقة مننا ما بيبقاش عنده ساعات هجوم وتون عالي واتهام لا بيبقى عنده طيب بس ليه بقى ليه بقى انا مفروض اتحمل الراجل بياخد من نرف الستة على طريق لا اه هيقولك ايه ما انت اللي عصبتيني بس ده حقيقي وبياخد من نرف الستة عندهم اسلحة برد بلد اللازين وقولوا عزل لده احنا الكايدة هنة